في محاولة لدعبيد الطريق أمام الانتخابات الليبية والذي تعترضه الكثير من العراقيل الداخلية والخارجية، وقع 24 حزباً ليبياً بالعاصمة ترابلوس على مثاق شرفاً لمنع التدخلات الخارجية بالانتخابات والامتثال لنتائجها بعد إجرائها. المثاق نص على ضرورة العمل على إيجاد دستور دائماً للدولة، ورفض أي دعم أو تمويل خارجياً، ورفض وجود جناح عسكري لأي حزب سياسي، ودعم المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهرين كانون الأول وكانون الثاني المقبلين والقبول بنتائجها. ومما نص عليه المثاق أيضاً، الحفاظ على سيادة ليبيا واستقرارها ومنع تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، وتجريم كل من يتعامل معها، علاوةً على دعم الجهود المبذولة لإرساء سياسات متزينة وبناءة لتعزيز دور البلاد إقليمياً ودولياً. ودع المثاق إلى الدفع بالمرأة والشباب إلى المراكز العليا في سدة السلطة، بما يخطب مصلحة البلاد وتحقيقاً لإتاحة الفرص أمام الجميع. وشدتت الأحزاب في مثاقها على أنها لن تعترف بأي جسم سياسي بالبلاد بعد إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستقف ضد كل من يسعى إلى تعطيل وتأجيل الانتخابات.